جود على الجواد، طفلة سعودية تمتطي الحصان إلى مدرستها أثارت طفلة سعودية موجة إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تمتطي الحصان إلى مدرستها في منطقة الحناكية بالمدينة المنورة وتدعى الطفلة السعودية جود وتبلغ من العمر عشر سنوات وخطفت قلوب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي عندما قررت الذهاب إلى مدرستها بطريقة استثنائية وقررت جود الذهاب إلى مدرستها بإظهار مهاراتها العالية في ركوب الخيل مؤكدة في مقطع فيديو منتشر على نفاق واسع منذ يومين أن ركوب الخيل أحلى تجربة وقال والد الطفلة جود أن ابنته البالغة عشر سنوات تواضب على تعلم الفروسية وركوب الخيل منذ ثلاث سنوات مشيرا إلى أنه أحضر لها الفرس قمرة لكنها قررت أن تمتطيها إلى المدرسة وفقا لتصريحات صحفية أدلا بها وأوضح والد الطفلة جود أن مدرسة ابنته تبعد عن المنزل نحو اثنين كيلومتر وأن ابنته قوبلت بموجة إعجاب من قبل صديقاتها في المدرسة عندما وصلت على ظهر الفرس وأكدا أنه سيواصل تشجيعها على تعلم الفروسية وتفعل العديد من رواد مواقع تواصل الاجتماعي مع المقطع وأشادوا بالطفلة جود ووالدها مثل أسماء التي علقت وقالت ما شاء الله تذكرني بنفسي وأنا في عمرها بس كنا نركب خيل أيام الإجازات وعندي صورة بس كان عمري 14 سنة بينما علق مستخدم آخر وكتب الله يحفظها ويستر عليها ما شاء الله تبارك الله ونعمة تربية أستودعها الله وتساءل هاني عن خطورة الوضع وكتب وقال ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظها بس أعتقد تجربة فيها خطورة على البنت بالذات في وسط الشارع معروف الخيل تهى بالسيارات وأنتم متابعينا ما رأيكم